توقع المركز الوطني الإماراتي للإرصاد تزايد كميات السحب غداً وبعد يوم غد من دون وجود أمطار محذراً من ارتياد الخليج العربي وبحر عمى من اليوم حتى نهاية الأسبوع وكشف المركز أن عدد حالات تشكل الضباب الخفيف والكثيف على الدولة بلغ 139 حالة منذ بداية العام 2017 وحتى 26 من الشهر الجاري